بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا الباب في من لا يريد أن يمدح لعبادته ولا يريد الرياء بل يعبد الله مخلصا له ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وما أشبه ذلك فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة لا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال ولكن لا يصلي من أجل هذا فهذه مرتبة دنيئة وهي أن يريد الدنيا بعمل الآخرة تنبيه بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية والمفروض أن لا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل هذا الباب أخطر من باب الرياء لأن الرياء قد يطرأ على صلاة واحدة مثلا أما إرادة الدنيا بعمل الآخرة فإن خطره يمتد إلى جميع العبادات أقسام الناس بالنسبة إلى هذا الباب خمسة قسم يريد الدنيا بعمل الدنيا وهذا جائز كمن يتاجر ليشتري منزلا وقسم يريد الآخرة بعمل الدنيا وهذا مستحب كمن يزرع ليتصدق وقسم يريد الآخرة بعمل الآخرة فطوبى له وهذه أعلى المراتب وقسم يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة وهذا يصح بشرط أن يغلب الآخرة قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقسم يريد الدنيا بعمل الآخرة وهذا شرك أصغر كمن يصلي بالناس من أجل المال كيف يعرف بأنه يريد الدنيا أو الآخرة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تنبيه بعض الناس يخلص أيام الاختبارات فإذا ظهرت النتائج يترك العبادة الدليل الأول وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين هذه مخصوصة بآية الإسراء من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفي من يريد الدليل الثاني في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع تعس أي خاب وخسر عبد الدينار أي النقد من الذهب وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه عز وجل الدرهم أي النقد من الفضة عبد الخميصة عبد الخميلة أي من يعنى بمظهره وأثاثه إن أعطي رضي أي لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له ولهذا سماه عبدا له وانتكس أي انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد بحيث لا تتيسر له وإذا شيك فلن تقش أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيلها الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا أو من باب الدعاء عليه طوبا أي أطيب حال تكون لهذا الرجل وقيل شجرة في الجنة والأول أعم في سبيل الله ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية أو الوطنية أشعث رأسه من الغبار في سبيل الله فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا ناتجا عن طاعة الله وقدمه مغبرة من السير في سبيل الله والأثر الناشئ عن العبادة إذا لم يكن فيه تكلف يؤجر عليه كقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم الساقة يكون في مؤخرة الجيش وللجملتين معنيان الحديث صالح لهما أولا أنه لا يبالي أين وضع فلا يطلب مرتبة أعلى كمقدم الجيش مثلا ثانيا إن كان في الحراسة أدى حقها وكذلك الساقة إن استأذن أي ليس له جاه ولا شرف ولا مرتبة عند الناس وله عند الله عز وجل الشاهد أن من الناس من يعبد الدنيا يغضب لها والحديث قسم الناس إلى أولا من ليس له هم إلا الدنيا بتحصيل المال أو تجميل الحال استعبدت قلبه فأشغلته عن ذكر الله وعبادته فينقلب عليه الأمر ولا يتخلص من أدنى أذية ثانيا أكبر همه الآخرة فهو يسعى لها بأعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله ومع ذلك أدى ما يجب عليه من كل الوجوه ويهمه الخير فيشفع للناس المسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط الخامسة قوله تعس وانتكس يحتمل أن تكون خبرا أو دعاء السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش يحتمل أن تكون خبرا أو دعاء السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات وهو الذي يستحق أن يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر